برعاية خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود حافظة الله افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أعمال المنتدى الدولي للأمن السبراني في نسخته الأولى في الرياض وذلك بحضور أصحاب المعالي الوزراء والخبراء الدوليين بالأمن السبراني وأكد سموه في كلمة له خلال الحفل بأن المملكة تشهد مسيرة تحديث وتطوير كبرى وذلك وفق رؤية عشرين ثلاثين التي رسمت التوجهات والأهداف للوصول للمجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح غدا تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السبراني وما تجده من دعم كبير شاهدا ونموذجا لهذا التحديث المواكب لروح العصر ومعطياته هذا وعلن أمير منطقة الرياض عن صدور توجيه سموه للعهد بتبني مبادرتين كريمتين من سموه لخدمة الأمن السبراني العالمي